في هذا الفيديو سنبدأ بإثبات بسيط إخواني أحد المتابعين إخواني كما تشاهدون تم قبول موقعي أدسونس وهنا الموقع خاص بالأفلام وأريتكم أنه تستطيع كتابة المقالات أيضا لكي تفهموا إخواني أنني أهتم بالتعليق الخاصة بكم دائما ما أقول بقراءتها وأعمل إخواني فيديوهات على التعليقات التي تطلبونها واليوم إخواني سأريكم أقوى طريقة إخواني لتحقيق زيارات إخواني زيارات مدفوعة قوية أورغانيك ترافيك من محرك البحث جوجل هنا هذا الأخ متابع للقناة أخي محمد اشرح لنا أفضل مواقع التي نجلب منها الزيارات المدفوعة ولكي يتم قبولك اليوم سأشرح لكم طريقة وأيضا بسيطة وبدون ثمن مرتفع إخواني تابعنا في هذا الشرح الحاصري السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الأنترنات درس اليوم إخواني الربح من الأنترنات بطريقة بسيطة إخواني الربح عن طريق إخواني المحتوى إن شاء الله الذي ستقوم بكتابته أو ستقوم بمتابعة الفيديوهات التي نقوم بشرحها وهي كتابة محتوى قوي أجنبي بدون أي معرفة بدون خبرة مجانا بذكاء الاصطناعي وبطرق نشرحها حصرية لقناة وتجدوها في كورسات مدفوعة نحن نقوم بشرحها إخواني مجانا في هذه القناة الكثير من الأشخاص يستفيدون من هذه القناة وأيضا إخواني إن شاء الله في أحد شرحات قلت لكم أنني سأضع لكم قالب فقط تتواصلوا معي هنا إن شاء الله إخواني سأضع لكم القالب هنا إخواني القالب سأقوم بوضعه في قناتنا التليجرام هذه القناة إخواني اسمها الأرباح سأترك لكم رابطها أسفل الفيديو أيضا لمن يريد كامفا برو فنحن دائما نقوم بوضع روابط كامفا برو يتم تجديدها فقط تدخل القناة وستجد الرابط ونقوم بمشاركة أشياء في هذه القناة خاصة بنا بالتليجرام هنا إن شاء الله سنضع رابط القالب هنا فقط قم بتحميله أخي أختي جيد نعود للشرح إخواني شرح اليوم إخواني بما أننا لدينا مثلا موقع وهذا شرحنا إخواني في هذا الفيديو أو في كورس الربح من المبتدئين من أدسنس هنا إخواني شرحت الربح من أدسنس وبوبكاش وأبدأ الأدسنس أيضا هنا وضعت لكم كيفية القبول إخواني في أدسنس إخواني يعني أسرى لن يخبرك بها أحد في هذه الفيديوهات فقط تابع القناة ستجد طرق كثيرة نشرحه إخواني وخاصة الطرق المجانية اليوم إخواني الطريقة التي سنشرحها ستكون مدفوعة ستحتاج إلى بعض السكريبت السكريبت سأقدمها لك أو بعض الأدوات التي ستساعدك ونبدأ الشرح إخواني هنا في هذا الفيديو أنصحك بمشاهدتي في 55 دقيقة تطرقت إلى كل شيء عند إنشاء موقع يتم قبوله بقالب بسيط ومجاني جيد هنا بعد إنشائك للموقع سيكون موقع الخاص بك على بلوغر أو على وورد براس إخواني هذا الموقع الذي تحصلنا عليه إخواني في الشرح السابق عندما تشاهد الفيديو ستفهم طريقة كيف أنشأنا موقع بسيط فيه صفحات هبوط إخواني هنا شغالوا فيه مقالات حصرية وأيضا لوغو وقائمة رئيسية بسيطة وشرحنا وقدمنا بعض النصائح القوية إخواني للقبول جيد أنت تستطيع العمل على بلوغر إخواني بنفس طريقة فقط تتبع الخطوات التي أشرحها لكن اليوم إخواني أنا سأعمل معكم على الورد براس إخواني لماذا؟ لأنه يوجد أشخاص كثير يعملون على الورد براس إخواني لذا سنعمل على الورد براس وبالضبط إخواني سأختار موقع إخواني أجنبي هو موقع خاص بنا إخواني موقع بسيط جدا إخواني إذا أردت العمل عليه تستطيع العمل عليه فقط أدخل الموقع هذا هو رابط الموقع الخاص بنا أقوم بوضع إخواني فيه بلوغ بالأجنبية تستطيع ترجمتها فيها بعض الأشياء إخواني مفيدة من بينها إخواني مثلا أشياء أو أدوات تحتاجها لربح من الأنترنت مثلا بداء مواقع الإعلانات المجانية هنا عشرون موقع تستطيع باقي فيه الكتب أو نشر الكتب الخاصة بك هنا عدد لا نهائي من التمبلات أكثر من واحد واربعون قلب للتمبلات أيضا إخواني هنا يعني بداء الميت جورني وهنا مواقع لربح من الكتابة ويوميا نقوم بمشاركة مقالات وخاص المقالات الترنت إخواني التي تحتاجها نحن سنطبق مثلا نريد زيارات لهذا الموقع الذي هو في الأصل إخواني هو موقع خاص بالتطبيقات كما تشاهدون سنقوم بشرح كيف سنقوم بجلب زيارات لهذا الموقع المقبول في أدسنس هذا الموقع مقبول في أدسنس إخواني كما تشاهدون إخواني هذا الموقع كما قلنا فهو مقبول من أدسنس كما تشاهدون يعني نحن سنعمل عليه لنريكم طريقة التركيب على وورد براس وبلوغر نفس الطريقة إخواني فقط كود تقوم بوضعه والعمل كله يتم في الموقع الذي سنأتي بالزيارات منه أول شيء إخواني الموقع الذي سنأتي بالزيارات منه هو موقع عفزو تجريبا فقط إخواني ستشاهد أن هذا الموقع يتحصل تقريبا على زيارات تصل إلى 4.3 مليون توجد مواقع بديلة سأذكرها في الفيديو لذا تابعنا فقط يوجد مواقع بديلة إخواني لماذا أخترت هذا الموقع لأنه في الثمن ليس مرتفع لذا سأريك كيف ستقوم بجلب زيارات من هذا الموقع وتحويلها إلى أربع أنا سأشرح لك على هذه تستطيع العمل في البوب أربيتراج بهذه الطريقة هنا فقط يكفيك بدء تجيل بالضغط على الموقع سيكون روسي لذا أنت دائما إعمل بترانسيلايت 2 أربيك إخواني تستطيع التغيير مثلا ترانسيلايت هنا تغيير وتقوم باختيار اللغة العربية لكن أنا أفضل الإنجليزية سأقوم بوضع الإيميل إخواني هنا الإيميل وهنا إخواني باسورد ثم إعادة وضع إخواني اليوزرنام الخاص بك لكي تقوم بالدخول إلى الموقع للجيل ستضغط على هذا الخيار ثم تدخل إلى الموقع بطريقة آدية هنا سأعيد الباسورد جيد إخواني ستقوم بفتح حساب لا تنسى تفعيل الحساب الخاص بك ستأتيك رسالة مثل هذه بعدها سيبدأ الموقع في العمل الموقع ببساطة هو موقع للربح من الأنترنت لمن يريد جمع الأرباح وتحويلها إخواني هنا النيوز الباي آوت لسحب الأرباح وهنا طوب ريف وال فيو آدس تستطيع مشاهدة الإعلانات إخواني وتربح بعض النقاط من بينها مثلا روبل عملة الروبل وعشرون ثانية تحصل على 0.7 عجر وهكذا إخواني كل يوم تعمل إلى أن تجمع نقاط تستطيع تحويلها وعمل إعلان بها جيد هنا أرتيكل تستطيع قراءة الأرتيكل هنا و هنا بعض المقالات أعتقد أنهم يدفعون عليها make an order وأيضا تغيير اللغة من هنا إلى اللغة التي تريد جيد هنا نحن نريد إخواني التاسك هنا تستطيع الربح من التاسك أيضا و أيضا تقوم فقط إخواني بإكمال المهام هذه التي سنقوم بها إخواني هذه كلها مهامات مهمات يقوم بها أشخاص لكي تأتيهم الزيارات هنا subscribe to the channel and be active هنا ستحصل على ثلاثة روبل يعني إخواني هنا قناة تليجرام عندما تضغط على open top من المهمة تحصل على ثلاثة روبل هنا ستجد الترجمة وكل شيء إذا لم تجد الترجمة فقط إخواني قم بتحميل هذه الإضافة دائما أشرحها قم بكتابة key translate هذه إخواني ستجد هذا الموقع إخواني key translate ادخل إليها وقم بتحميلها إخواني هذه هي الإضافة بعد تحميلها إخواني ستعمل وتقوم بترجمة أي شيء تريده ببساطة مثلا لم أفهم هذه اللغة أضغط على هذا الخيار إحصائيات عن جميع المهام المؤلف أثناء العمل في المشروع هنا مثلا تريد ترجمة كل شيء ترجمة باللغة العربية translate for page جيد إحصائيات عن جميع المهام المؤلف هنا جميع المهام المؤلف الدفع ثلاثة روبل شاهد أكثر من 161 قام بتكملة المهمة هنا أرسل إلى سلة المهملات إضافة المفضلة هنا من الأحسن إخواني العمل بالترجمة الإنجليزية choose a note English أين هي English translate هكذا إخواني هنا قام بإلغاء مهمتين لأشخاص قاموا بالتحيل وهنا دفع أكثر من 96 1974 مهمة الخاصة به إخواني تشيل في القناة تقوم بمتابعة القناة اشتري في القناة أيضا إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك ترك تعليق باللغة الروسية والإنجليزية على أي منشور يتعلق بالترويج للشبكات هنا عندما تشترك بالقناة وهنا المتطلبات إخواني شاهد المتطلبات ما تحتاج إلى تحديده لإكمال المهام شاهد ما يخبرك سكرينشوت فقط عندما تقدم لقطة شاشة الاشتراك يرسل لك ثلاثة روبل جيد هنا بعض الشروط التنفيذ التعليمات هنا يخبرك تم تخصيص الإكمال هذه المهمة الإكمال المهمة فوق الزر بدأ جيد يكفيك إخواني التوجه إلى هذه القناة أنا سأريك طريقة ليس درسنا فقط كيف تقوم بالربح هنا مثلا إخواني شاهد هنا هذه هي القناة تابع معي جيدا يخبرك الضغط على Get Start هنا تضغط على View in Telegram Open in Web إذا لم يكن لديك برنامج وهنا إخواني شاهد ماذا سأفعل فقط سأضغط على هذا الخيار Subscribe جيد وأضغط على هذا الخيار سكرينشوت وهكذا إخواني وأقوم ب حفظ هذا سكرينشوت أرسل له يرسل لي ثلاثة روبل في الموقع يعني أشخاص كثير يحصدون أرباح كبيرة من هذا الموقع هنا سأضغط على شوازي File وأوكي 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 والSipmate هنا بعد 30 دقيقة أو ساعة سيرسل لي الأرباح الخاصة وهي ثلاثة روبل وهكذا ستجد Task تقوم بعمل هنا ننتظر فقط إلى أن يتم تحميل الصورة شاهد أضغط على Sipmate تم تقديم المهمة سأجد فيما بعد الأرباح الخاصة هنا في الروبل أيضا هنا توجد على سير فينج يعني إعلانات إخواني سفاة 17 هنا يوتيوب مشاهدة يوتيوب إخواني وتربح إخواني سفاة 22 سفاة 19 فيديوهات وزيارات حقيقية ليس كأي موقع يعني لمن يريد جلب زيارات أيضا توجد مواقع لاترز هنا ستحصل على بعض الأرباح سفاة سفاة 30 جيد أعتذر عن صوت ابنتي الصغيرة فهي معي جيد هنا ماذا سنفعل نحن نريد أن نقوم بالحصول على زيارات مقبولة في إلى موقعك وحقيقيا 100% لذا ما ستحتاجه إخواني ستحتاج هذا سكريبت أو هذه الجمل أن تستقوم بفتح التاسك هنا ستقوم بوضع التاسك خاص بك هنا إخواني إضافة إعلان هنا في التاسك هنا إخواني كما قلنا عندما تقوم بإضافة التاسك أو تجلب الزيارات أول شي يجب أن تقوم بشحن رصيد إعلاني تضغط على هذا الخيار ثم ستقوم إخواني بإضافة مبلغ من الروبل مثلا 200 روبل إخواني أو 300 روبل فهي تقريبا 3 أو 4 دولار لا شيء إخواني بالمقارنة بالحسابات التي سنحسبها في عدد زيارات الأورغانيك هنا مثلا سأضغط على باير وهنا مثلا 10 روبل أنا أعتقد لدي في باير سأدخل إلى حسابي هنا كما تشاهدون لدي 119 روبل سنقوم بجربتها في هذا الموقع لا أحتاجها سأضغط على باي وهنا وشرحت لكم مواقع للربح الروبل هنا ماذا سأفعل سأختار مثلا باير روبل هكذا وهنا أضيف مثلا هنا أعود فقط أضغط على هذا الخيار ليحدد هنا سأضع 110 أو 115 و باير وأضغط على باي ثم إخواني أختار روبل هكذا جيد أضغط على و هنا ننتظر إخواني فقط سيتم معالجة الأمر هنا فقط إخواني يجب عليك أن تعود إلى الباير وتضغط على pay the order وهنا الباير سيتم إعطاء الصلاحية لكي يدفع لكي لا تخطئ ستعود إلى الإيميل وتضغط على pay order هنا pay order هنا تضغط على هذا الخيار على ما أعتقد confirm وهنا كما تشاهدون يتحول بك إلى الموقع complete أضاف لي 115 روبل هنا الآن تستطيع العمل والحصول على الزيارة أول شيء ستضغط على plus advertisement advertisement وهنا task تضغط على task إخواني بعدها إخواني الآن سنقوم بمعلومات ونعود إخواني لماذا لأننا نحتاج إلى script هذا script هو الذي سيضعف لك الأربع جيد هنا الإعلام بصفة 25 روبل إخواني إذا قمت بعملية حسابية كل هنا كل شخص يكمل task يتحصل على صفة 25 روبل أنت لديك إخواني 115 روبل زيارات حقيقة تقسيم 0.25 ويسوي هنا 460 هنا إخواني 460 زيارة إذا قمت بحساب إخواني الروبل مع الدولار هنا 1 دولار أمريكي يسوي 81 روبل إذا قمت بإنفاق فقط 10 دولار إخواني يعني تقريبا هنا إخواني 81 ألف روبل على ما أتقد أو سنعيد 805 ب405 و10 تكون ب810 روبل 10 دولار كوبي إخواني نقوم بحسابتها مع بعضنا مثلا أنفقت 10 دولار فقط لكي تحصل على زيارة أورغانيك من جوجل وسأريك كيف استعمل و1 زيارة إخواني تابع معي جيدا مع هذا سكريبت مع هذا سكريبت الذي سأقدمه لك هذا سكريبت هنا إخواني هذا سكريبت سيحول لك زيارة إلى 10 زيارات حقيقية يعني ستربح أضعاف الزيارات تابع معي لكي تفهم هذه الطريقة مدفوعة وناس سأشرح وعلم أنني سأجد أشخاص الذين يعملون فيها ينتقدون هذه القناة لكن نحتاج الدعم من المتابعين أو فيها هنا ماذا سنفعل سنكمل الحساب هنا كما قلنا 800 نفرض أنك قمت بإضافة 10 دولار يعني 810 روبل تقسيم إخواني 0.25 يساوي 3240 وبهذا سكريبت الذي سنشرحه ستقوم بزيارة تحولها إلى 4 أو 5 كما تحتاج أنت مثلا نحولها إلى 5 5 زيارات يساوي إخواني هكذا من 10 دولار ستتحصل على Organic Traffic 16 1200 زيارة من جوجل إخواني بهذه الطريقة جيد الآن هنا نعود إلى الموقع قمنا بالضغط على Plus Arts ثم هنا Job Title هنا في Job Title قم بكتابة أي شيء ولنفرض أنني سأقوم بالضغط على Click Click Arts أو مثلا Click Visit Website Website هكذا وهنا Register Only One Click سنضغط على هذا الخيار هنا تختار Automatic Check-Base System هنا اختار هذا الخيار أنت الذي تفحص لماذا لأننا سنضيف الكود الكود أنت ستحقق من الأشخاص ينصبون عليك أم لا بعدها إخواني سنأتي إلى هذه الخانة نقوم بنسخ إخواني هذا script نقوم بنسخ هذا script إخواني Copy سأتركه لك في الوصف وأعود إلى الموقع هنا أضغط على Paste جيد هنا ماذا استفعل هنا title الخاص بالمقالة وهنا إخواني هنا Then Click The First Link سيضغط على الرابط الأول ويفتح الوابس جيد هنا Visit The Post شاهد إخواني اللغز هنا تابع معي جيدا هنا أخبرناه باللغة الإنجليزية قم بزيارة المنشور يعني المقال ثم قم بالتمريل إلى الأسفل ينزل إلى الأسفل إلى منشور وسير مؤقت 30 دقيقة انتظر المؤقت ثم أنقر فوق رابط المقالة ستظهر له Next يضغط عليها يحوله إلى مقالة أخرى وهكذا إخواني وهنا المؤقت في الأسفل المنشور جيد وهنا لا تستعمل VPN لأننا لدينا كل شيء إخواني يعني سنكتشف VPN لكي لا يعمل بالVPN أيضا هنا verification إخواني في النهاية سترى الرمز في الأسفل سنضع له كود إذا أرسله لنا ومع سكرينشوت يعني فهو عمل بطريقة التي نريد هنا نعود إلى الوابسايت وهنا الوابسايت الخاص بنا في البوست مثلا أنا لدي هذا الوابسايت أو سأستخدم وابسايت آخر إخواني لأريكم بالتفصيل هنا سأستخدم هذا الوابسايت سأحضر الإعلانات فقط لكي لا تأتيني زيارة من نفس هنا هذه المقالات التي لي أريد إرسال لها بعض الزيارات تابع معي ماذا أفعل إخواني جيد ما سنفعله إخواني أننا سنقوم بإرسال زيارات لهذه المقالات الحصرية هذه المقالات إخواني فيها إعلانات هذه الإعلانات سنربح منها إن شاء الله لأنني سأطبقها أمامكم لكي لا تقولوا أنها خطيرة على أدسونس أو أي شيء ماذا سنفعل إخواني ببساطة هنا سنقوم بفتح الورد برس أشخاص هنا يجب أن تركز جيدا تفتح البوست أو المقالات هنا أنا لدي عدد من البوستات هذه البوستات التي لدي تقريبا عشر بوست جيد هنا نضع الكود هنا والكود هنا والكود هنا وسأريك كيف سنعمل أول شيء سأترك لك هذا الكود تقوم بنسخي بالضغط على في بداية الأمر كونترول ثم كونترول سي وتقوم بفتح هنا نوت بات جديدة هنا ستقوم بلسق الكود هكذا أو سأقوم بوضع 11 نسق بدون تنسيق جيد هذا هو الكود تابع معي جيدا الكود بسيط جدا ما ستفعل هنا الطايم كما تشاهدون وهنا الارتك الخاص بك ستضعه هنا هنا الارتكل شاهد هنا اخواني ركز هذا الكود ستضع في علامة الهاشتاغ ستضع الارتكل الخاص بك هنا ستضع الارتكل الخاص بك اول شي اخواني ماذا سنفعل سنقوم باخذ الارتكل مثلا سنبدأ بهذا الارتكل اضغط على view بزر فأر الايمن وcopy link عندما نفتحه اخواني هنا ستجدو انه ارتكل فيه افضل 20 موقع تستطيع نشر فيه المقالة تشاهد اخواني هذا هو الارتكل كما تشاهدون جيد ماذا افعل ساقوم بوضع الكود هنا هنا الكود الخاص هنا الكود هنا الكود سأضع الرابط هنا لسخ جيد السقنا الرابط هنا كما تشاهدون هذا هو الرابط ماذا افعل اخواني سأقوم بنسخ هذا الكود copy نسخ اعود الى المقالة التي اريد ان يظهر فيها الطايم هنا او البطم هنا اخواني يظهر البطم هنا ماذا افعل سأضغط على edit news او اعود الى هنا واضغط على edit جيد ننتظر فقط edit جيد ستظهر لهذا الخيار هنا اذا كنت تستخدم classic editor ستظهر لك هكذا اخواني تضغط على visual من هنا لكي يظهر لك المقال وهنا اخواني في الاسفل هنا في الاسفل سأضغط على enter 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 هنا enter كما تشاهدون ماذا افعل اخواني هنا اقوم بكتاب مثلا 5 5 5 5 5 جيد واضغط على مثلا توصيد جيد اعود الى text او edit html ساقوم باضافة الكود هنا هذا الكود اخواني كامل ساقوم بنسخي كاملا هكذا نسخ جيد هنا هنا فقط قم بحذف هذه جيد انت ستجد الكود كامل اضغط على نسخ جيد نسخ ثم اعود هنا واقوم بوضع مكان 5 5 paste انتهى الامر اعود هنا اضغط على اضغط على update شاهد كيف استظهر المقال اخواني اذا نسخ الرابط هنا ننتظر الى ان يتم التحديث هنا اخواني كما تشاهدون هذا هو رابط الجديد اضغط على copy link ونقوم بفحصه في نافذة خفية الشغل اخواني المدفوع اخواني والذي سيحقق معك النتائج سيكون صعب ويجب عليك التركيز ولو اعدت هذا الفيديو اكثر من خمس مرات هنا اخواني شاهد اخواني ظهر الكونت هذا الكود اخواني هنا ماذا ظهر ظهر الكود اخواني لكن وقعنا في خطأ بسيط اخواني لن نضع رابط هذه المقالة اخواني هذه المقالة سيبحث عنها الزائر اخواني سنقوم باخذ رابطها وسيبحث عنها الزائر في جوجل لكي نتحصل على الزيارة هنا في هذا الكود اخواني في سنضع رابط مقالة اخرى شاهد اخواني next article به هو اخواني الخطأ سنجده هنا اين هو الكود هنا هنا في رابط المقالة اخواني سنقوم بوضع رابط مقالة اخرى بمعنى عندما تأتي الى المقالات مثلا نحن سنضع الكود هنا والشخص في سيبحث على هذه المقالة ماذا نفعل نحن اخواني سنقوم باضافة مثلا رابط هذه المقالة هنا شاهد معي لكي تتأكد هنا سنعود الى المقالة خاصة بنا الكود اين هو الكود هنا هذا هو الكود اخواني جيد من هنا هنا ساقوم بلسق الكود هنا افوان اين هو هنا ساقوم بوضع لسق جيد هذه مقالة خاصة بطوب ووركينج افليت بروغرام بعدها ساقوم بلسق اخذ كل هذه النسخ واقوم بوضع الكود هنا كونترول V جيد واضغط على ابدايت هنا تضغط على ابدايت هنا فقط ساغير هذه واضغط على ابدايت اخواني من هنا جيد ستظهر ابدايت اضغط على ابدايت ثم سنعود لمشاهدة المقالة في النافذة الخفية هذه الارتكل الذي وضعنا فيها الكود هنا سننزل الى الاسفل شاهد الطايم يعمل فيه 30 ثانية تم وضع ابدايت كما تشاهدون ننتظر الى ان يتم اكتمال العشرون ثانية وسننشاهد سنجد فيها اخواني ايضا اذا وضعنا الكود 30 ثانية يعني اخواني اعتقد ان الصورة تم اضحها في مقالة واحدة اخواني التي سيبحث عنها الظائر يجب عليه الحصول على الكود هذا الكود اخواني سنضع كود اول وثاني وثالث ورابع كما تريد انت وضع الاكوال يعني سيقوم بزيارة هذه المقالة ثم مقالة هنا next article يضغط على next يتحول الى مقالة top woodworking ايضا اذا اردت وضع كود هنا اخواني ستضع كود هنا ليأخذه الى مقالة اخرى وهكذا نحن ماذا سنفعل وضعنا كود في هذه المقالة الاولى عنوانها 20 موقع لنشر الكتب الخاصة بك بعد وضع نفس الموقع ماذا افعل اخواني ايضا ساعود الى هذه المقالة هنا سابحث على هذه المقالة top woodworking اضغط على edit اخواني واضع فيها كود هذا الكود اخواني هنا سأغير فقط رابط اقوم بوضع رابط مقالة اخرى هنا رابط مقالة اخرى سنقوم بوضع رابط مقالة اخرى لكي تحتسب مقالة اخرى هنا سأعدل كما تشاهدون هذه top woodworking سأضع فيها الكود هنا توجد visual وتوجد text اخواني يعني html هكذا بالنسبة لبلوغر يعني الكود ستضعه في html تأتي الى اسفل الكود هنا هكذا وتضع الكود الكود ساختار مقالة اخرى ونفرض انني the best site like او ساختار مثلا هذه المقالة 10 افضل بدائل 10 افضل بدائل اضغط على هذا الخيار view بزر فأر الايمن ثم copy link اعود الى script اقوم بوضع الرابط هنا هكذا لسق جيد وبعدها انسخ هذا الكود كاملا نسخ هكذا واعود الى مقالة woodworking اخواني لكي يتم تحويل وهذه top woodworking اضع الكود في الاسفل هنا الكود هنا paste جيد الان ماذا افعل اقوم بالضغط على update بعد الضغط على update اخواني هكذا وضعنا لكي نراجع الامر وضعنا كود في هذه المقالة التي سيبحث عنها الزائر في task جيد ووضعنا ايضا مقالة رابط مقالة اخرى في هذا في هذا في لماذا لان هذه المقالة عندما يبحث عليها سيجد العداد اخواني جيد هذا هو اسمه العداد يحوله الى هذه المقالة ثم سيذهب الى هذه المقالة سيجد ايضا عداد يحوله الى هذه المقالة التالح بعدها اخواني بعد الانتهاء شاهد ماذا سيحدث ثم انتوجه الى المرحلة اخيرا هنا عندما يدخل شخص يبحث على هذه المقالة سيجد عداد هنا كما تشاهدون ثم سيتحول إلى هذه المقالة سيجد أيضاً هنا سيجد 35 ثانية كما تشاهدون عندما ينتهي من 35 ثانية سيحوله إلى مقالة 10 أفضل بدائل في مقالة 10 أفضل بدائل سنقوم بوضع كيف سنغير الكود لكي يظهر هذا الزائر عندما يضغط على هذا الكود يرسله لنا هنا سنعود إلى الخاص بنا ونقوم بتغيير شيء أول شيء أنك في هذا الرابط ستضع هنا أختلا سأقوم بحف هذه نسخ كما قلنا في 10 باست ميجورني سنقوم بالضغط على edit لكي نضع الكود الكود كما قلنا سنضعه هنا في عوض next article هنا تستطيع تغيير كل شيء خمسة وثلاثون ثانية تستطيع تغييرها وكل شيء في سكريبت أمامك تستطيع تعديل أي شيء هنا أول شيء في مكان الرابط سنقوم بوضع إخواني علامة slash فقط وهنا نبحث على next article هنا إخواني سأقوم بوضع في next article كود مثلا 77 88 99 هذا هو الكود الذي سيظهر له في آخر المقالة هنا خمسة وثلاثون وأستطيع مثلا في الآخر أقوم بوضع مثلا 20 ثانية فقط كما تريد أنت واضغط على نسخ للكود هكذا لغاية هنا وتوجه إلى المقالة الأخيرة التي تريد أن يظهرها الشخص يعني من مقالة أولى إلى المقالة الأخيرة وهنا المقالة التي استعملنا أخيرا هي 10 best me journey alternative free and paid هنا سأضغط على open من هنا edit أو edit quick إخواني وهنا ماذا أفعل نفس طريقة إخواني الطريقة سهلة ليس في visual بل في text html هذا الخيار text html أنزل إلى أسفل المقالة وأقوم بوضع إخواني هنا في أسفل المقالة أضع code هكذا paste جيد هنا كل شيء جيد فقط أنسخ هذا العنوان أضعه في آخر paste هذه الخطوة لا تحكم بها أنت أضغط على هذا الخير update وهنا ستشاهد المقالة الأخيرة التي سيتحصل عليها سنعود إلى هنا شاهد سنعيد الكرة إخواني لكي تفهم نحن بدأنا بهذه المقالة التي سيبحث عنها الشخص لكي يزورها يضغط على actualiz شاهد إخواني يضغط على actualiz هنا يظهر له هذا العداد بعدها إخواني سيظهر له هذا العداد next article يضغط عليها سيتحول إلى مقالة أخرى لنفس الموقع الخاص به اسمها top 10 woodworking affiliate ينزل إلى الأسفل إخواني سيجد أيضا العداد وهذه إخواني عندما ينزل هنا كتبناها له هنا إخواني في script إخواني الأول هنا كتبنا له شاهد هنا visit one post and scroll يعني إنزل الأسفل ستجد عداد في ثلاث ثانية اضغط على next article بعدها إخواني إلى أن يقدم لنا الكود في الأخير شاهد إخواني سيجد code for verification يرسل لنا الكود مع script مع screenshot جيد نعود إلى جيد هنا انتهى من المقالة next article يضغط على next article مرة أخرى يتحول إلى هذه المقالة أنت تستطيع وضع عشر مقالات إخواني لأنه سيكملها تقريبا في دقيقتين وتحصل على واحد روبل أو اثنين روبل كما تريد تقديم أنت هنا في الأسفل شاهد ماذا سيحد في آخر شيء هنا عشرون ثانية فقط سيظهر له الكود الذي كتبناه وهو 77 87 88 99 شاهد إخواني هنا ظهر الكود يقوم بنسخه ويرسله لنا يقوم بنسخه ويرسله لنا لكي نتحقق أنه أكمل الخطوات جيد هذا الكود مع screenshot دائما يجب أن يرسل لنا screenshot مثلا هكذا screenshot يجب عليه أن يلتقط screenshot للواجهة أو للموقع أو للكود ويرسله لنا هكذا نتأكد أنه عمل بدون VPN بدون أي شيء إخواني هنا إذا استخدم أي إضافة سنقوم بفحصها بعدها إخواني ماذا سنفعل بعدها نأتي إلى خطوة المهمة إخواني وهي هذه المقالة بما أن الموقع الخاص بك جديد لذا قد لا تظهر هذه المقالة في محرك البحث ما ستفعله إخواني ببساطة ستأتي إلى محرك البحث جوجل وتقوم بكتابة عنوان المقالة خاصة بك وضف لها رابط الموقع الخاص بك هكذا مثلا copy شاهد ماذا سيحدث paste هكذا وضغط على ok نشاهد هنا لم تظهر المقالة سنقوم باختيار مقالة بطريقة أخرى هنا إخواني في حالة إخواني لم تظهر لأنها لم تيتم أرشافتها ماذا ستفعل ستقوم ب إخواني وضع هذا اسم الموقع الخاص بك هكذا وضغط على ok الأرشافة نوعا ما صعبة هنا مثلا سأضغط على هذه الفاصلة هنا إخواني سنعود هنا ونقوم بكتابة مثلا news أو article هنا سأحذف https أضغط على بحث لا تظهر لذا يظهر فقط رابط موقعنا نقوم بوضع في بداية الأمر إلى أن يتم تأتينا الزيارات أضغط على ok هكذا إخواني ستخبره أن يدخل إلى الموقع إخواني يدخل إلى الموقع بعدها إخواني يتوجه عند دخوله إلى الموقع يتوجه إلى last blog هذه إخواني تقوم بنسخها وبعدها يتوجه إلى المقالة هذه المقالة قم بترجمة باللغة الإنكليزية وقم بالكتابة هنا يوجد شيء مهم إخواني إذا قمت بكتابة هذا العنوان الموقع الخاص بك ويظهر هنا في البداية قم بنسخ رابط في الآلة الخاص بجوجل ووضعه في الخدمة إخواني لكي يتوجه مباشرة تأتيك زيارة من محرك البحث جوجل عندما نعود إلى الموقع إخواني ونكمل المهام هنا ستضع رابط المقالة هنا مثلا رابط هنا رابط المقالة هنا الوابسايت سأتوجه إلى خطوة ثانية ثم سأعود هنا هنا الوابسايت قم بوضع رابط جوجل إخواني للبحث هذا بحث الخاص بناء لجوجل كي يدخل إلى الموقع وهنا إخواني قم بكتابة هنا اسم المقال التي تريده مثلا إذا دخل إلى الموقع وجد last blog هنا سنقوم بنسخ هذا العنوان ونقوم بجربته هنا إخواني عندما يبحث في الموقع ويضغط على OK جيد ظهرت المقالة إذا تستطيع إخباره أن يقوم بالبحث في الموقع عن هذا البلوغ هنا إخواني مثلا شاهد ماذا غيرت أن تقوم بالعمل بطريقة التي تساعدك هنا قمت بإخباري go to google and search this title longtweets.com بعدها إخواني ثان click the first link and open the website وهنا ستطيع إخباره and search مثلا search search this article و أخبره أن أقوم بوضع الرابط هنا أو اسم article هكذا سيبحث في الموقع وهنا كل شيء إخواني دعوه كما هو بعدها إخواني اختار مثلا هنا مثلا سأخبره 2.5 2 روبل أو أقدم له ثلاثة صفر فاصل ثلاثة روبل صفر 2 روبل جيد دعوه كل شيء كما هو one user on execution جيد هنا كل شيء 30 minutes هنا هنا any country هنا تستطيع تحديد country إخواني إذا أردت إخواني تحديد country والعمر هنا تستطيع من الضغط هنا واختيار دول التي تريد كمثال هنا مثلا أنا remove all وسأختار دول القوية ب cpm مثلا هنا إخواني أنا اخترت مثلا أمريكا كل دول أمريكا وفرنسا كندا وأيضا جيرماني وهنا أستراليا وأيضا كندا إخواني جيد أكتفي بهذه الدول وأضغط على create جيد بعدها إخواني هنا ما هي يوجد خطأ هنا فقط نسينا شيء screenshot screen screenshot and code وهنا كل شيء جيد كل شيء جيد أضغط على create هنا هنا أضغط على create جيد تم إرسال task بعدها إخواني هنا 115 روبل سأضغط على top up وأضيف إخواني مثلا 50 روبل هذه العملية وإذا أعجبتك قم بإضافة لها 50 أنا مثلا أحتاج 115 أضيف 115 pay confirm جيد إخواني سيبدأ العمل كل شخص هنا سأترك هذا الموقع هكذا وأتصفح ستأتيني العروض أقوم بالدفع لهم أو لا إخواني إذا أكمل وأرسل لي 777 8 هنا سأرسل له إخواني أوافق على المهمة أوتوماتيكين ووركر إخواني أو اسمه الآن سبرو جيكس هنا إخواني هذا الموقع نفس طريقة تستطيع العمل عليه أيضا ميكرو ووركر نفس طريقة إن شاء الله سأقوم بشرحي وأعتذر إخواني إذا وجدت أخطاء في الفيديو لأنني إخواني أشرح بدون توقف 40 دقيقة بدون توقف وأيضا قدمت لكم سر محتكر إخواني فقط قم بمراجعة الويديو خطوة بخطوة وستجد أنه سهل التنفيذ في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته